اعزائي طلبات وطلبات التعليم الفني اهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء بحب افكركم ان احنا بنقدم شرح دروس مادة الحاسب الالي للصف الثاني التجاري والفندقي الفصل الدراسي الاول وزي ما احنا عارفين احنا مستمرين في شرح تطبيق ميكروسوفت اكسل تعالوا كده في عجالة نسترجع الخطوط العريضة اللي احنا اتكلمنا فيها والمهارات اللي احنا تعلمناها في الحلقات السابقة عفوا طبعا اتكلمنا في بداية شرح تطبيق ميكروسوفت اكسل عن مميزاته وعن استخداماته وعن المهارات الغنية الموجودة في اللي احنا بنتعلمها على مدار الفصل الدراسي الاول واللي منها ان احنا تعرفنا على مكونات الشاشة اللي افتتاحية للتطبيق قلنا ان الشاشة بتاعتنا شاشة مختلفة وصفحة مختلفة عن البرنامج اللي درسناه في الصف الاول اللي هو ميكروسوفت اورد وكذلك الباور بوينت ميكروسوفت باور بوينت اللي احنا درسناه قلنا ان الشاشة بتاعتنا في ميكروسوفت اكسل بتتكون من مجموعة من الاعمدة ومجموعة من الصفوف وقلنا ان التقاء الصف مع العمود بينتج ما يسمى بالخلية وتكلمنا عن الخلية الناشطة وقلنا ان هي الخلية اللي انا فيه في الوقت نفسه بدخل فيها المدخلات بتاعتي سواء كانت نصية او عددية كمان قلنا ان الاعمدة بتاخد مسميات الخروف ABCD اما الصفوف اللي هي الرو بتاخد مسميات الارقام 1 2 3 وقلنا ان اسم الخلية بينتج من التقاء الصف بالعمود الكولوم مع الرو وبتاخد خرف ورقم لو احنا الخلية الناشطة اللي وقفين عليها اول خلية في دفتر العمل بتاعي هلاقي ان اسمها A1 جمدين اسم الـ A1 دو من العمود A و من الصف 1 وهكذا بنسمي باقي الخلية كمان تناولنا التبويبات اللي بيتكون منها التطبيق وستفدنا في شرح التبويب فايل وما زلنا هنستمر في شرح الاوامر اللي موجودة في التبويب فايل كمان قلنا ان كل تبويب ليه شريط ريبون خاص به شريط الريبون ده بيحتوي على مجموعة من الايكون الايكون دي لما باختار اي واحدة منها هي بتنفذلي امر معين زي ما شفنا في الدروس السابقة النهاردة هنكمل باذن الله على التبويب فايل نشوف ايه المهارات اللي موجودة فيه زي ايد اللي احنا تعلمناها قبل كده بعد ما هنخلص ان شاء الله المهارات اللي موجودة في التطبيق فايل هنعمل مراجعة كده سريعة باسئلة صواب وخطأ هنشوفها مع بعض بس انا بقول لكم من البداية عشان تركزوا عشان تعرفوا تجاوبوا الاسئلة وانا عارفة ان انتو شاطرين وهتجاوبوا الاسئلة بكل سهولة يلا بينا نشوف معانا ايه النهاردة فتح مصنف موجود بالامر open هنعمل ايه عشان نفتح مصنف كان مخفوظ او موجود قبل كده من التبويب فايل بنختار الامر open دي اول طريقة الطريقة الثانية الضغط على مفتحي control و او من لوحة المفاتيح تعالوا معانا نشوف ده بطريقة عملية زي ما عودتكم ان احنا تملي بنشرح بالطريقة العملية بتاعتنا علشان المعلومة تثبت معانا ايه دي انا فتحا لكم وركبوكة اهو هنفتح التبويب فايل زي ما انتو شايفين بالشكل ده كليكة شمال بالماوس عليه هلاقيه التبويب بتفتح معي بالشكل ده هدور على الامر open هلاقي الايكون بتاعته اهيه دغطت عليها اللي حصل هيتفتح البروزر المتصفح اللي خاص بالجهاز بتاعي هبتدي اعمل سيرش في الجهة اليومنى من النافذة اللي اتفتحت لي دي عن اسم الملف اللي انا عايزة افتحه او الوركبوك اللي انا عايزة افتحه هاجي قبل ما احدد اسم الوركبوك اللي انا عايزة افتحه فيه هنا اختيار شايفينه اللي انا وقف عليه بالماوس ده open اللي اوله open هفتحه هلاقي بيقول لي فيه تلات اختيارات ياما اختار الامر open ياما open read only ياما open as copy طب تعالوا نشوف ايه الفرق بين التلات اوامر دولة اول امر open هو هيفتح لي الوركبوك اللي انا اخترته او الفايل اللي انا اخترته واقدر اشتغل فيه واضيفه احزف واعدل فيه زي ما يقتضي الشغل بتاعي طيب الامر التاني open read only ده معناه انه هيفتح لي الفايل بتاعي ده او الملف بتاعي ده ولكن للقراءة فقط يعني مش هقدر ان انا اضيف او احزف منه اي شيء طب الامر التالت ده open as copy هيفتح لي نسخة منه نسخة منه يعني معنى كده ان الفايل بتاعي اللي انا هفتحه ده او الملف ده هيبقى موجود نسختين نسخة اصلية مش هيحصل فيها اي تعديلات و open as copy هي دي النسخة اللي هيحصل فيها التعديلات اللي انا هاضفها سواء بالحسف او الاضافة يبقى عارفنا الفرق بين التلت اوامر اللي موجودين دولا لو انا جيت اخترت الاختيار اللي انا اخترته ده واخترت الملف هعيدوا تاني علشان تاخدوا بالكم منه اهو انا اخترت open as copy يعني اخترهولي بنسخة وضغطت على اوكي وانا كنت مختارة الملف قبل كده اهو فتح معي بصوا حطيلي ايه في العنوان ده ملف بتاعي اسمه ارشاد وريادة جاب لي الملف ولكن حطيلي قبل اسمه copy one عشان بيقولي خلي بالك ان الفايل اللي انت فتحتيه ده هو هو copy وليس الملف الاساسي بافهم من كده ان انا عندي من الملف دلوقتي نسختين النسخة الاصلية مش مكتوب فوق هنا عند اسم الفايل copy والنسخة اللي هي مستحدثة اللي انا عملتها دلوقتي بالاختيار open as copy هي دي اللي انا شغال عليها يبقى دي اول طريقة عندي ان انا افتح ملف موجود مسبقا عندي على الجهاز تاني طريقة من خلال شريط ادوات الوصول السريع بلاقي الايكون اللي هي اللي خاصة بالفتح زي ما انتو شايفينها بالشكل ده طيب لو انا جيت هنا لو هي مش موجودة الايكون اللي خاصة بالفتح بفتح السهم الصغير ده وابحث في القيمة اللي ظهرت عندي دي عن الامر open علشان افعله واخليه موجود في شريط ادوات الوصول السريع هطلع بالماوس كده هلاقي اهو الامر open ضغط عليك لك اشمال بالماوس ايه اللي خاصل زهرت الايكون اللي خاصة بالفتح لو ضغط عليها برضو هيتفتح لي البراوزر اهو ابتدي اعمل سيرج على الملف اللي انا عايزاه دي مجموعة الملفات اللي موجودة عندي على الجهاز ايه دي الملف لاحظوا هنا ان انا بقى عندي نسخة خاصة بالملف اللي انا فتحته ونسخة اصلية طيب اه انا لو ضغطت على اي ملف من اللي انا عايزة افتحهم دولا هلاقي ان الملف اتفعل معايا وتفتح معايا من خلال الايكون اللي هي خاصة بالفتح اللي موجودة في شريط ادوات الوصول السريع اللي فتحت لي البراوزر دا اللي هو المتصفح ومن خلاله انا عملت ايه فتحت ايه الفايل اللي انا عايزاه طيب اه تعالوا بقى معنا كده هو نرجع سريعا على اللي احنا قلناه دلوقت هو نتيجة الامر اوبن ان انا بفتح الامر اوبن علشان ادور على ملف موجود عندي على الجهاز يبقى اكيد الملف دا انا عملاله عملية ايه براوزر عليكم عملية حفظ اللي هي السيف وبرضه من نفس التبويب فايل هو ينفع انا ادور على فايل او على وورك بوك انا خفظاه اه ما يكونش انا خفظته بالفعل على الجهاز بتاعي لا طبعا علشان الاقي الفايل او الورك بوك بتاعي اللي انا عايز افتحه وكمل شغلة عليه لازم اكون عملاله عملية حفظ طيب في حاجة كده كتير منكم بتعدي عليه لو انا الملف دا انا شغاله على وسيط تخزيني زي الفلاشة مثلا انا معي فلاشة خطها في الجهاز بتاعي والملف دا موجود على الفلاشة وانا بعدل وبفتح وبشتغل وبعمل كل اللي انا عايزة عليه بعد ما بخلص بسيف بعمل سيف من التبويب فايل على الفلاشة ركزوا على ايه؟ على الفلاشة ورخت بعد ما عملت سيف شلت الفلاشة جت بعد كده بعد فترة عايزة اشتغل على الملف دا فتحت اللابتوب بتاعي او فتحت جهاز الكمبيوتر بتاعي عدت اعمل اعملت open وعمل search على الملف دا مش لاقيه ليه بقى مش لاقيه؟ عشان انا نسيت ان انا حفظة على الفلاشة فبالتالي طالما انا حفظة على الفلاشة والفلاشة مش موجودة على الجهاز وانا مخترتش من البروزر مكان البحث او الفتح اللي هو وسيط التخزين اللي هي الفلاشة يبقى معنى كده ان انا مش هلاقي الملف بتاعي فنخلي بالنا كويس جدا من النقطة دي علشان احيانا بننسى وبنفتكر ان احنا الملف بتاعنا موجود على الجهاز واحنا في الاصل ما حفظناهش على الجهاز بتاعنا احنا حفظناه على الفلاشة وما بنكونش ان احنا مشغلين الفلاشة او مش موصلينها بالجهاز بتاعنا فبالتالي مش هلاقي الملف بتاعنا دي نقطة مهمة حبيت ااكد لكم عليها نرجع تاني للامر بتاعنا اللي هو اوبن يبقى قلنا اول حاجة مهمة ان لازم يكون عندي فايل عملنا عليه عملية سيف على الجهاز اللي احنا شغالين عليه هاجي بعد كده هفتح الفايل ده هفتح التبويب ايه تبويب فايل وبالموس بتاعي ابتدي ان انا انزل ادور على الامر اوبن وافتح الامر اوبن قلنا لما بنفتح الامر اوبن بتطلع لي نافذة النافذة دي فيها تلات خيارات خاصة بالامر اوبن اوبن لوحده هيفتح لي نسخة عادية وبتدي اشتغل زي ما انا عايزة اوبن ريد اون لي يبقى معنى كده ان النسخة دي انا هقراها بس مش اقدر ان انا اعدل فيها حاجة هي نوع من انواع الحماية نوع من انواع الحماية للملف لانه ممكن يكون ملف فيه ارقام مرتبات ارقام بيع وشراء ميزانية فيه يعني بيانات هامة جدا مش عايزة حد لما يفتح الملف يقدر ان هو يمسحق او يضيف عليه او ممكن بالخطأ عن طريق الخطأ وهو شغال على الكيبورد ضغط على زرار يعني احدت حاجة وتمسحت منه فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا ان احنا ما بنقدرش نستعيد البيانات وخصوصا لو عملنا عملية سيف عملية حفظ بعد ما ان احنا حزفنا وما خدناش بالنا ان احنا حزفنا وجايد نقفل الفايل فعملنا له سيف فالداتا بتاعتي كلها هخسرها فعلشان كده في الخيار الخاص بالاوبن اوبن ريت قول لي انت افتح الملف اقرأه زي ما انت عايز اطلع عليه زي ما انت عايز شوف البيان اللي انت عايزه ولكن ليس لك الصلاحية ان انت تضيف او تحزف فيه اي بيان ده الامر اللي هو اوبن ريت اونلي طيب فيه امر تاني من التلات اوامر اللي قلنا عليها اللي هو ايه اوبن ات كوبي افتح لي نسخة منه وده امر للامان برضو من اجراءات الامان علشان تفضل النسخة الاصلية زي ما هي احيانا بنكون عايزين نجرب بنعمل مثلا ايه فورم معين او جدول معين وخايفين نفقد البيانات الاصلية بتاعتنا فبدل من نجرب او نبتدي ان احنا نعمل خطوات مش عارفين هتدي النتيجة اللي احنا عايزينها ولا لأ فعشان كده فيه الخيار اللي هو ايه اوبن از كوبي اديني نسخة منه اعدل فيها زي ما انا عايز في حين ان النسخة الاصلية انا محتفظ بيها زي ما هي مهما انا عدلت في النسخة الكوبي دي النسخة الاصلية مش هتتأثر بالتعديل اللي انا عملته ده ودول التلات اوامر اللي خاصين بالامر كوبي تلات خيارات خاصة بالامر كوبي ولينا الحرية ان احنا نختار اي واحدة فيهم بما يتناسب مع شغلنا وبالتعديلات اللي احنا عايزين نضيفها على هذا الملف تمام طيب بعد ما خلصت واخترت الملف اللي انا عايزة افتحه بان انا حددت الموقع بتاعه فين حددت اسمه ايه اخترت الخيار الخاص بالقبن من التلات اختيارات اللي احنا قلنا عليهم بعد ما خلصت كل الخطوات دي ادوس على الامر اوكي هيتفتح معايا الملف بالطريقة اللي انا اخترت ان هو يتفتح بيها يبقى دي كانت اول طريقة ان انا افتح ملف سبق حفظه تاني طريقة من خلال ايه من خلال شريط ادوات الوصول السريع نخلي بالنا ان احنا ممكن نتسئل في هذه الاجزاء بطريقة نظرية يعني ممكن يكون اسئلة في الاختبارات النظرية او التقييمات النظرية اللي احنا بنتقيم بيها او حتى في الانشطة اللي احنا بنحلها اللي بتبقى موجودة في الكتاب المدرسي بتاعنا او قراصة الطالب اللي احنا بنتعلم فيها يبقى تاني طريقة للفتح شريط ادوات الوصول السريع طب افرض انا ملقتش الايكون اللي خاصة بالاوبن اللي هو الفتح في شريط ادوات الوصول السريع سهلة جدا احنا تعلمنا ازاي نضيف الايكون الخاصة بالاوامر ونحطها ويكون مكانها في شريط ادوات الوصول السريع بان انا بفتح السهم اللي موجود في شريط ادوات الوصول السريع وبتدي اعمل كليكة بالموس كليكة شميل على الامر اوبن ودي طريقة سهلة جدا واحنا تعلمناها قبل كده وحب يعني الفت انتباهكم ان الامر اوبن من الاوامر اللي مفروض فعلا تكون في شريط ادوات الوصول السريع لان احنا كل ما بنفتح الجهاز بتانا اكيد طبعا هنفتح ملفات ونشتغل عليها فسهل بالنسبة لي ان احط ايكون اللي خاصة بالفتح دي في شريط ادوات الوصول السريع بروفو عليكم يبا احنا قلنا كم طريقة للفتح طريقتين الطريقة التالتة بقى ايه هي من خلال الكيبورد من خلال المفتحين كنترول زائد حرف الو وزي ما علمتكم بأكد عليكم كل درس ان احنا لما نيجي نستخدم مفاتيح الاختصار من على الكيبورد لازم نستخدم السبعين دولار سبع بيبقى ثابت على المفتاح الاولاني وهنا في المثال بتاعنا ده كنترول سبع التاني ده ضغطة واحدة على المفتاح التاني اللي هو معنا في الامر ده اللي هو حرف الو يبقى السبع ده على الكنترول ثابت ما يتحركش لغاية ما اضغط ضغطة واحدة على حرف الو واشيل ايديا اللي اتنين هلاقي ان النافذة اللي خاصة بالامر اوبن اتفتحت معي وابتدي ان انا اختار الملف اللي انا عايزاه في المكان اللي هو موجود فيه بطريقة الفتح اللي انا هشتغل بيها على الملف وبكده يبقى انا فتحت الملف وانهيت تعلم مهارة فتح الملفات المخزنة على الجهاز وبنفس الطريقة برضه لو انا زي ما قلتلكم عندي ملفة على الفلاشة وعايز افتحه برضه هيبقى بنفس الطريقة مفيش اختلاف غير ان انا لما بيتفتح النافذة اللي خاصة بالامر اوبن باختار في الجهة اليسرى من النافذة دي مكان اللي انا حفظة فيه اللي هو الفلاش ميموري اللي انا شغالة بيه تمام يلا بينا نشوف معنا ايه تاني فتح من ملف من الملفات المستخدمة حديثا تعالوا نشوف يعني ايه معنا الكلام ده انا فتحة دلوقتي زي ما انتو شايفين كده هو الملف ده بنشتغل عليها هو جيت فتحت التوبيف فايل علشان اشوف عايزة افتح ملف كنت شغالة فيه من فترة سواء من ساعة سواء قبلها بيوم قبلها باسبوع هاجي هنا عند الامر ريسين كلنا شايفينه اللي هو متعلم عليه بالاخضر ده ده فتحته منين من التبويف فايل ريسين تدو معنا ايه معناه ان هو بيجيب لي اخر ملفات اشتغلت فيها اخر حاجة فتحتها على الجهاز طبعا احنا لسا فتحين من شوية الملف ده فطبيعي ان انا الاقي موجود اول واحد وهكذا واقتي بعده الملفات اللي انا فتحتها قبلها بيوم قبلها بيومين قبلها باسبوع قبلها بشهر على حسب المدة اللي انا فتحت بيها اخر ملف عندي قبل كده اضغط عليه كليكة شمال بالماوس هلاقي اتفتح معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده طيب recent دي الام recent ده ده علشان يسهل الشغل بتاعي لو انا مثلا جت حفصت ملف انا مش فكرة بس انا حفصت في انهي مكان حفصت في برتشن الجي في برتشن الاي حفصت على الدسكتوب حفصت في الدوكمنت انا مش قادرة اتذكر بالضبط انا حفصت فين حتى عايز اقول لكم حتى لو انا مش فكرة انا حفصت الملف فين انا ممكن اعمل باسم الملف دي طريقة هنتعلمها بس بعد المهارة اللي هنتعلمها دي ولكن انا دلوقتي اشتغلت بقالي اسبوع مثلا على ملف او بقالي تلات ايام وجيت ما فتحتش الجهاز تاني وبعدين افتكرت ان الملف ده انا عايز وانا مش قادرة اتذكر او لو تذكرت ااخد وقت طويل او لو عملت سيرش برضو ممكن انا مش متذكرة بالضبط انا كنت مسمية ايه ففي امر اسمه ريسينت اللي احنا شفنا من شوية ده في التبويل فايل ده سهلي كتير جدا ده قال لي ايه ان انا هجيب لك اخر خمس او عشر او خمستاشر ملف انت اشتغلت فيهم فانا هقول ايه هكلم عقلي كده واخطب عقلي وقول طب انا اخر حاجة فتحتها الملف اللي انا عايز اشتغل فيه دلوقتي طب انا ما فتحتش حاجة بعد كده هو وما فتحتش الجهاز او مثلا ايه انا كنت فتحته الجهاز اشتغلت على برنامج تاني انما ما فتحتش ال اكسل طب يبقى اكيد اخر ملف هو اللي هيزهدلي في الريسينت بكل سهولة جدا بقوم فتح جدا احنا كلنا بنستخدمه لو احنا ناسين او احنا عايزين بسرعة بسرعة نفتح الملف اللي احنا كنا شغالين فيه اخر حاجة وبنلاقيه وبنفتحه وبنشتغل عليه على طول طيب يلا بينا نشوف معنا ايه تاني تعالوا بقى ناخد مراجعة حلوة كده عشان احنا اتكلمنا عن التبويب فايل والتبويب فايل ده من التبويبات الجميلة جدا واللي بيساعدنا في شغلنا كتير شريط ادوات الوصول السريع خدنا شريط ادوات الوصول السريع اللي احنا قلنا عليه واتكلمنا عنه لما قلنا مقونات الشاشة الافتتاحية للبرنامج واشتغلنا عليه دلوقتي وشريط الصياغ اللي احنا قلنا بيكون موجود في الف اكس معالج الدلات وعنوان الدلة وعلامة الادخال صح وعلامة الالغاء اكس وتعلمنا ازاي نصغر شريط الريبون بار وازاي ان احنا نوجده بحجمه الطبيعي من خلال السهم الصغير اللي موجود في اقصى اليمين من الشاشة اللي افتتاحية وتعلمنا برضو ازاي بالطريقة العملية ننفذ المهارة دي خدنا التبويب خدنا فيه انشاء مصنف جديد وخدنا القالب الافتراضي اللي هو زي ما قلنا لو انا عندي قوالب جهزة يعني فورم جهزة يعني تنسيقات جهزة لصفحة موجودة متخزنة داخل التطبيق ممكن استدعي التنسيق دو واشتغل عليه وعمل عليه شغلي القالب القوالب دي برضو قوالب جهزة بتبقى موجودة سواء مثلا ايه لو انا عايزة بعد فاكس لو انا عايزة اعمل تصطيرة ميزانية حسب ارباح وخسائر متجرة بيبقى فيه قوالب جهزة وشوفنا ان فيه ان الاجسل عامل قوالب جهزة للنتيجة للتقويم الكلندر ان انا ممكن اجيب كالندر جهزة من الاجسل وشوفنا الكلام ده في الحلقات السابقة حفظ مصنف وقلنا الفرق ما بين الاتنين احنا بس بنعمل مراجعة سريعة علشان ما ننساش اللي احنا شرحناه خدنا اغلاق مصنف طرق اغلاق مصنف وكلنا عارفينها عن طريق كنترول وفور عن طريق فايل وكلوز تمام وعايزاكوا تفتكروا بقية الاوامر فتح مصنف موجود اللي احنا لسه شرحينه دلوقتي من التبويف فايل والامر اوبن فتح ملف من الملفات المستخدمة حديثا من التبويف فايل والامر زي ما شوفنا في الجزء العملي اللي اشتغلنا فيه من شوية تعالوا نحل كده انشطة زي ما وعدتكم في بداية الحلقة ان احنا مجهزا لكم انشطة كده سريعة عشان تنشط معلوماتكم وضح مدى صواب او خطأ العبارات التالية واحد يمكن اضافة ادوات الى شريط ادوات الوصول السريع ولكن لا يمكن حسها تعالوا كده جزء جزء كده عشان ما نغلط شي اضافة ادوات الى شريط ادوات الوصول السريع احنا لسه بنفزينها مع بعض حالا ان احنا ضفنا من شريط ادوات الوصول السريع ايه ضفنا الايكون اللي خاصة بالأبن الفتح بس هل يا طرى ان احنا مينفعش نحزفها لا احنا شفنا في حلقات السابقة ان احنا ممكن نحزفها نحزفها ازاي ان احنا كليكة شمال بالموس على علامة الصح اللي جم اه الاداة وينشيل علامة الصح دية فهتتحزف الاداة يبقى طالما العبارة عن دي نصها خطأ ونصها صواب يبقى نقول عليها ان هي عبارة خاطئة اتنين يصحر في شريط ادوات الوصول السريع ادات التراجع بالضبط كده اللي هي السهم مين وسهم يسار اللي هي دو اندو الاداتين دولة موجودين ودولة فايدتهم ان انا بتراجع عن اي امر مش عايزة انفزه بعد ما خدت قراري ونفزته ورجعت تاني وقلت لا دا مش شكله مش هو اللي انا عايزاه فادوس على ادات التراجع دي تبقى الاجابة صحيحة تلاتة يمكن تصغير الشريط ريبون بار واستعادة حجمه ايوة اللي هو شريط ايه الايكون الصغيرة دي بنسميه ريبون بار العبارة صحيحة اربعة يمكن اعادة تسمية دفتر العمل من خلال التبويب فايل بالضبط كده من خلال الامر ايه رينام خمسة القالب هو مصنف يشتمل على مدخلات نصوص وارقام او سور وانماط وغير ذلك من التنسيقات التي يمكن استخدامها لانشاء مصنفات اخرى تشترك في نفس التنسيق الاساسي ده انسب تعريف للقالب يبقى العبارة صحيحة ستة لحفظ مصنف نستخدم الامر save از او save لاول مرة بالضبط كده الاتنين بيقدوا نفس الوظيفة بالنسبة لاول مرة اربعة لاغلاق مصنف من خلال لحظة المفاتيح يتم الضغط على مفتاح control وف فور الاجابة صحيحة برافو تبويف فايل ثم اختر open دي لسه حالا شرحنها حالا العبارة صحيحة تسعة يمكن فتح ملف من الملفات المستخدمة حديثا من خلال التبويف فايل واختيار الام recent الاجابة صحيحة بدليل ان احنا لسه منفزين الامر ده حالا طيب استعدت نشاطكم ورجعنا شوية كده على المهارات الجميلة اللي احنا تعلمناها الحلقة اللي فاتت تعالوا بقى نشوف مهارة جديدة خاصة برضو بالتبويف فايل زي ما قلتلكم ان التبويف فايل ده من التبويبات الغنية جدا بالمهارات اللي احنا هنتعلمها في تطبيق ميكروسوفت اكسل المهارة اللي هنتعلمها دلوقتي ان انا ازاي اعرف معلومات عن الملف انا عندي ملف دلوقتي اعيز اعرف الملف ده انا انشأته امتى مين دخل واشتغل عليه انا طبعت منه نسخ جهزة للطباعة قبل كده ولا لا كل هذه المعلومات انا بقدر اعرفها عن الفايل ده ده كمان انا بقدر اعرف المساحة التخزينية اللي هو واخدها قد ايه التعديلات تواريخ التعديلات اللي انا عدلت دخلت على الملف ده وعدلت عليه اقدر كمان اعرف عشان كده بقولكو ان الامر ده مهم جدا لنا عارفين لي كمان عشان لو انا الجهاز اللي انا شغال عليه ده فيه زميل لي في العمل بيشتغل عليه وبرده بيطبع وبرده بيضيف وبرده بيعدل فانا اقدر اعرف زميلي ده اخر تعديل خده من الملف امتى هل التعديل تاريخ التعديل اللي هو موجود ده يناسب تاريخ الطباعة اللي هو طبع عشان هم ممكن يطبع ويقول لي انا ملقتش عليه التعديل يتقول له اصلا انت طبعت مثلا في وقت انا مكنش عدلت فيه فانا ابص كده هو اشوف التواريخ اللي انا عدلت فيه هل التاريخ اللي طبع فيها زميلي ده بعد تاريخ التعديل ولا قبل تاريخ التعديل علشان اعرف النسخة اللي هو طبعها دي نسخة نهائية صحيحة ولا اخليه يطبع نسخة تانية وهكذا يعني انا بديلكم امثلة لكن الواقع العملي فيه امثلة كتيرة جدا خاصة بالامر ده بتفيدنا فيه وبتزبط شغلنا كتير وبتخلينا نتجنب اخطاء كتيرة جدا في بيئة العمل طب يلا بينا نشوف نستفيد بيها في شغلنا يلا بينا لو انا جيت هنا ادي الملف بتاعي اهو اللي انا فتحه ده هشوف معلومات عنه هفتح التبويب فايل كليك اشمال بالماوس هيتفتح التبويب فايل معي هلاقي فيه امر هنزل بالماوس كده لتحت شوية اهو ده الامر انفو شايفين هو اختصار لكلمة انفورميشن انفورميشن يعني معلومات هلاقيه مقسوم نصين بالشكل ده انا يهمني جزء اللي على اليمين ده بريبيرتس يعني الاعدادات السايز حجم الملف كم كيلو بايت او مكتوب عندي التايتل عن عنوان انا مش ضيفة العنوان هنا لو انا حب ان انا اضيف العنوان بقف هنا وابتدي اضيف العنوان اللي انا عايزة اضيفه طبعا بفكركم قلت وشفت يمين كتاب عربي وقلت وشفت شمال كتاب انجليزي وكنترول وشفت يمين اتجاه الكتاب لليمين وكنترول وشفت شمال اتجاه الكتاب لليسار كان فيه هنا تايت كده هرجع تاني اوريها لكم عشان انا ما خدتوش بالكم منها اهو التاجز عارفين التاجز دي عاملة زي التاجز اللي بتبقى موجودة في الفيسبوك لما تيجي تعمل تاج لحد دي بالظبط كده انت عايز تضيف مين معك في الملف عشان تعمله مشاركة للملف اللي انت فاتحه ده انت بتشغل مع زميلك فيه في العمل فتعمله مشاركة ليه تعالوا نشوف هنا ايه last moderator انت اخر تعديل عملته التعديل اللي قبل كده كان في الوقت امتى وفي اليوم ايه بصوا هنا الملف ده مكتوب توداي لان انا فعلا انا لسه اشتغلت فيه النهاردة اشتغلت فيه النهاردة بتاريخ بالوقت دو ورجعت اشتغلت فيه تاني بالتاريخ التاني دو فهكذا شفته اللي انا بقولتلكم علي من شوية كل التعديلات وانا دخلت امتى وعدلت امتى والساعة كام والبرانت بيقول لي اخر هوريه لكم تاني اهو اهو شايفين اخر عملية طباعة عملتها على الملف ده امتى مش مكتوب مكتوب نيفر يعني انا ما طبعتش الملف ده خالص وما فيش اي حد طبعه لو كان في حد طبعه كان ظهر هنا هو انه هو في حد طبع الملف ده طب هنا related بيبل اه انا طبعا الاسور مين اللي عمل الملف ده او كده انا ممكن اغير الاسم لو انا عايزة اخط اسمي ادد انظر اهو دي هنا اوقف هنا واكتب اسمي بحيس يبين ان انا اه اللي انا عملت الملف ده او انا اللي بدير كل العمليات اللي بتتم على الملف لست مودريتور باي يعني في حد تاني ابتدى ان هو يشتغل عليه او يفتحه مين اللي اشتغل عليه بيظهر لي برضو مين اللي اشتغل على الملف ده اهو زي ما احنا شايفين لست مودريتور باي وبيكتب اسمه ده هنا لو لو انا حب اكتب اسمي هو مش كاتب اسمي حد لان انا مش كاتب البيانات دي اه او افتح لك الملف ده من على الموقع الاساسي بتاعه انا خفزة فين يعني ممكن انا اكون عاملاله short cut نسخة يعني موجودة في اي مكان بس انا عايز افتحه من مصدره الاساسي عشان اعرف مكانه الاساسي فين من open file location من مكانه الاساسي بضغط هنا بيفتحوني من مكانه الاصلي اللي هو محفوظ فيه ودي بتساعدني كتير عشان لو عايز اعمل لكوبي مثلا على وسيط تخزيني فابتدي ان انا لازم اروح اعمل لكوبي من location ما ينفعش اعمل كوبي من مكان هو موجود فيه كنسخة منسوخة مش نسخة اصلية والنقطة دي بركز عليها و بأكد لكم عليها لان انتو بتقابلوها وبتبقوا مش عارفين السبب هقولها تاني لو انا عاملة short cut يعني صورة يعني نترجمها ازاي short cut دي انا عندي ملف حفظه على partition g مثلا عايز اخد منه short cut وحطه على disk top short cut دي يعني زي ايه صورة مرايا كده هو للملف الاصل دي ركزوا صورة مرايا للملف الاصلي انا اخدت منها كوبي وحطتها فين مش كوبي short cut short cut تفرق الكوبي من short cut خدت منها short cut وحطتها على disk top وبعدين جبت فلاشة وحطتها في الجهاز بتاعي وروحت جيت عند disk top اللي انا عاملة للملف دو short cut وروحت عاملة له كوبي وحطت على الفلاشة معي بعد كده جيت خدت الفلاشة دي حطت في جهاز تاني غير الجهاز اللي عليه الفايل جيت افتحها ملقتش الملف الملف موجود صورته بس ومكتوب short cut ومش عايز يفتح ليه مش عايز يفتح لان الملف ده مرايا للملف الاصلي طالما الملف الاصلي مش موجود على الجهاز الملف ده مش هيفتح فعشان كده تملي بأكد عليكم لما تيجوا تاخدوا copy من ملف ما تاخدهوش من الشرط cut خدوه من اللوكيشن الموقع الاساسي بتاع الملف ابحث عن الموقع الاساسي للملف شوفوا هو مخفوص فين واخد منه كوبي انما لو خدت كوبي من الشرط كت وجيت افتح الملف في جهاز تاني من الفلاشة بتاعتك مش هيفتح نهي تمام واخنا عشان كده شوفنا لما فتحنا التويف فايل والامر الفو اللي هو information كان فيه اختيار على اليمين open by location افتح لي الملف من موقعه الاصلي موقعه الاصلي ده بيفدني في عدة اشياء من اهمها ان انا لما اجي اخد كوبي منه هلاقي النسخة موجودة على الفلاشة لازم الفلاشة تتفتح على الملف اللي فيه الملف الاصلي اللي انا اللي انا ايه اللي انا اخط فيه الملف بتاعي المكان الاصلي اللي انا اخط فيه الملف بتاعي تمام ده نقطة مهمة جدا حب ان انتو ما تنسوهش ابدا عشان هتعمل لكم مشاكل لو انتو مخطوش بالكم يلا نشوف معنا ايه تاني الطباعة طباعة المصنف وتحويله الى صورة ورقية امر لا غنى عنه ونحتاجه كثيرا اثناء العمل بالتأكيد فيه شوية خطوات كده لازم نعملها عشان نتأكد ان احنا هنطبع بطريقة صحيحة ايه هي الخطوات دي تأكد من توصيل كابلات الطباعة وتوصفها يعني وتثبتها على جهازك ثم اضغط على مفتاحي كنترول ومع حرف البي في لوحة المفاتيح او انقر التبويب في فايل ثم اختار برينت فيتغير الشكل شاشة معين تلك وليس الخاصة بالتبويب في فايل طيب تعالوا معناك كده هو امر الطباعة ده مهم ما فيش اي بيئة عمل بتستغنى عن اوراق مضوع تستعين بيها في شغلها كل الشغل اللي احنا بنتعلمه على ميكروسوفت اكسل دو وبننفزه لازم في النهاية بنطبعه زي ما قلتلكم بنعمل الاجور كشف الاجور والمرتبات بنعمل الميزانية بنعمل دفتر اليومية دفتر الاستاذ احنا بنتعامل في بيئة عمل وبنتعامل مع جهات مختلفة يبقى لازم نطبع هذه الاوراق ازاي بقى نطبع هذه الاوراق وازاي ان احنا نطبعها بطريقة فنية تكون مقياس لصحة الورقة ده ان شاء الله هنتكلم عنه الحلقة الجاية بس خليكوا فاكريني المعلومات اللي قلناها دي عشان هنبتدي بيها الحلقة الجاية ان شاء الله اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني ساعدت بوجودي معكم وساعدت بي ان احنا بنتعلم مع بعض المهارات الجميلة دي وبنتذكرها وبنراجع على درسنا السابقة والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله